الأمن العام جهاز في خدمة جميع اللبنانيين إضافة إلى كونه قلب الوطن النابض وعينه الساهرة أبداً فالدور المناط بهذا الجهاز وفق اللواء عباس إبراهيم دليل الدولة بل خريطة الطريق التي تضيء على مكامن القوة والضعف في المجتمع واجتناب الوقوع في الخطر والخطأ وتلافهما بهذا الكلام افتتح المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم مركز غزير الإقليمي ليكون الثالثة في منطقة كسروان لفتوح بعد مركزي جوني وريفون وذلك في إطار المخطط التطويري الهادف إلى افتتاح مراكز جديدة على امتداد الوطن تسهيناً لأمور المواطنين ولتخفيف الضغط عن المراكز الإقليمية الأخرى خصوصاً بعد تزايد أعداد الوافدين إلى لبنان عسى أن يكون هذا الحدث الكريم اليوم مناسبة للتأكيد على الولاء لبنان وحقه كما حقهم حق أبنائه في الحياة بسلام وأمن ورفاهية بعيداً عن الأخطار التي تضق أبوابنا والعواصف العاتية التي تهدده باستمرار اللواء إبراهيم وعلى هامش حفل الافتتاح اجدد التأكيد أن المفاوضات مع جبهة النصرة فيما يتعلق بالعسكريين المخطفين انتهت الموضوع منتهى ناطرين التوقيت اللي بحددوا الوسيط القطر تجدر الإشارة إلى أن زيارة اللواء إبراهيم لغزير أحيطت بإجراءات أمنية مشددة فيما تمنى إبراهيم على المنظمين إزالة صوره والشعارات واستبدالها بالعالم اللبناني اشتركوا في القناة